بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام سورة الكهف سورة عظيمة جدا حقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انه من قرأ سورة الكهف اضاء الله له من النور ما بين الجمعتين ومن قرأ سورة الكهف اضاء الله له من النور الحديث ثاني الى البيت العطيق وفي حديث ثالث كمان من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة لان هذه الصورة العظيمة الحقيقة تحتوي على معاني هامة جدا جدا اذا عاشها الانسان في حياته وتذكرها وتفاعل معها وكان صادق فيها هتجعل حياته كلها رحمة ونور وبركة ويستمتع فلا بحياته هذه الصورة العظيمة عبارة عن اربع قصص ومقدمة وتعقيب على القصة الاولى والثانية ثم نهاية او تعقيب نهائي على هذه القصص وخاتمة هذه الصورة العظيمة المقدمة الحقيقة في غاية الاهمية بتقول ابقى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا بدأ الله عز وجل بالحمد والسلام عليه لبقى لان اعظم نعمة انعم الله بها على امة الاسلام هو هذا الكتاب العظيم والقرآن العظيم وسنجد في هذه الصورة تحديدا كنوز عظيمة جدا وهذه من نعم الله عز وجل في هذا القرآن العظيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا قيما لبا هذا الكتاب مدحه الله عز وجل انه كتاب عظيم وكتاب قيم وسبحانه وتعالى لم يجعل له عوجا وفي نهاية الصورة تأكيد للمقدمة يقول ربنا عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ثم بعد ذلك الحقيقة بعد التذكير بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة القرآن العظيم يقول ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن اهم حاجة في هذا الكتاب حكتين مهم جدا حقيقة تعظيم الله عز وجل وهو توحيده ثم تذكر اليوم الاخر هذه قيم هامة جدا ينبغي ان يعيش الانسان في حياته اذا اراد ان يسعد واذا اراد ان يستمتع بنور صورة الكهف ربنا عز وجل اشار قال على عبده يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الاشارة هنا العبودية لان الصورة بتتكلم عن توحيد الله وتعظيمه في الارض ثم يقول ربنا عز وجل وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولده ده برضو الكلام في العقيدة والتوحيد وهي من ابشع انواع الشرك هو ايه هو تعظيم غير الله عز وجل وعبودية غير الله واتخاذ الولد واتخاذ عيسى بن مريم اله من دون الله والحقيقة يعني الشيء بالشيء يذكر ان من اعظم ملاحدة هذا العصر رجل اسمه انتوني ظل تسعين عام يدعو للحاد وكان اسطوب مؤثر جدا الحياة ولكنه في نهاية حياته طلع كتاب قال ايه قال لا ده في اله لهذا الكون قال زيريس جد كان قبل ذلك يقول زيريس نجد ولكنه ألف كتاب في الاخر وسماه زيريس جد يعني يوجد لهذا الكون اله والجميل في ذلك انه جعل باب بقى في الاخر قال ايه قال ان انا درست الاديان كلها وفي الاخر بقى ايه اتخذت الاسلام دينا ليه بقى عشان حاجة واحدة بس عشان تصور الاسلام عن الله عز وجل اللي هو التوحيد يعني اعظم تصور لانه جعل ان خالق هذا الكون خارج دائر التصور البشري منفعش يشبه ربون عز وجل بالولد او منفعش يكون اله هذا الكون عيسى لا عيسى نبي مرسل وينزل الذين قالوا اتخذ الله ولدا لان عظمة اللي عز وجل كما ذكر في القرآن ليس كمثله شيء الزيت الالهية ديزة حاجة عظيمة جدا لا ينبغي ان نشبهها او نجعل من يدير هذا الكون بشر يأكل ويشرب ويجوع ويعتش ويدخل الخلاء كما قال ربون عز وجل ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كان يأكلان الطعام طبعا حتى نوجد المخدمة وينزر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذب سمع ذلك تأتي قيمة هامة جدا في غير الخطورة لفهم هذه الحياة وهي يقول ربون عز وجل انا جعلنا مع الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا ستفن هذه الدنيا في يوم القيامة يبقى ربنا جعل كل انواع المتاع في هذه الدنيا زينة مهمة او جدا نحن نعرف اي شكل اشكال المتاع في الدنيا هي عبارة عن زينة ليست قيمة وجعلها الله عز وجل ليختبرنا يبقى كل انواع المتاع الموجود في الحياة الدنيا جاء للاختبار طبعا كل واحد له شكل كل واحد فيه مكانة وكل واحد له منزلة وكل واحد له وضع معين وكل واحد له رغبات كل انواع المتاع من الدنيا الذي يراها هي عبارة عن امتحان واختبار انا جعلنا مع الارض زينة لها لنبلوهم يعني لنختبرهم يبقى هي عبارة عن زينة وهي الاختبار والحياة دي قيمة وهم جدا يعيشها الانسان عشان يعيش في نور ورحمة وبركة اللي هي نور صورة الكهف اللي ويسعد في حياته ويدير حياته بطريقة صحيحة ويسعد في هذه الحياة ان الحياة بعض المدارس في المانيا المدارس الرقية جدا المتقدمة اللي منصرفها عالية جدا ويدربها المثل عملوا ايه عشان يوصلهم هذه القيمة للاولاد جون في يوم من ايام الاجازة وقالهم ان هناك رحلة الى بعض الاماكن الجميلة واحضروا اتنين اوتوبيس اوتوبيس شكله جميل جدا ورائع قمة في الجمال والابداع واوتوبيس تاني شكله متواضع بس وقالوا بقى اختاروا بقى ايه اي الاوتوبيسين تريدون فبعد الاولاد الاسكية قالوا الاوتوبيس ده رايح فين وده رايح فين وبعضهم ما سألش وراح كلهم جيرا على الاوتوبيس الشكله جميل ورائع جدا وبعدين بعد مركبهم علموهم درس بقى مهمة جدا اللي هي القيمة وليست الزينة في فرق بين الزينة والقيمة قالهم الاوتوبيس اللي هو المتواضع ده اللي هو يعني الزينة بتاعته قليلة ده رايح الاماكن كذا وكذا اماكن جميلة ورائعة جدا والاوتوبيس اللي شكله جميل وممتاز جدا واعجبكم ومعظمكم راح فيه راح مكان واحد بس وحديقة ليس لها معنى وليس لها قيمة شو علموهم درس مهمة جدا ان الانسان ينبغي ان تقوم الحيان نجاحة على الميزان الحقيقي مش الزخرف ان جعلنا مع الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عمل اللي فهم حقيقة الحياة الدنيا وادركها غير جدا وعالم انها ايه زينة للاختبار ربنا جعل هذه الزينة في حياة الدنيا عشان ايه يختبر بها الناس ان جعلنا مع الارض زينة لها لنختبرهم لنبلوهم ايهم احسن عاملة وانا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا يعنيهم القيامة سيفنى ذلك ويكونوا صعيدا جرزا يوم القيامة دي المقدمة بتاعت ايه سورة الكهف وهو حمد الله عز وجل بعظمة هذا الكتاب العظيم بما فيه من كنوز وايضا توحيد الله سبحانه وتعالى لما اشار الى عبده النبي محمد عليه وسلم وينزر الذين قالوا اتخذ الله ولده يبقى التوحيد ثم بعد ذلك الكلام عن اليوم الاخر والكلام ايضا عن ان هذه الزينة في الحياة الدنيا انما هي الامتحان والاختبار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآباء كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ القصة الأولى وهي قصة أصحاب الكهف يقول ربنا عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا العجبة قصة هؤلاء الفتية الحقيقة أنهم كانوا فتية يعيشوا في سراء وكان الحقيقة عندهم وازع إيماني عظيم جدا أن الله سبحانه وتعالى واحد كان القوم في ذلك الزمان يشركون بالله ويعبدون الأصنام وليسوا على عباد التوحيد ولكن هؤلاء الفتية اختارهم الله سبحانه وتعالى وهدهم إلى صلاة المستقيم وعلموا أن هذا الكون له إله واحد ولكن حقيقة تعرضوا لمحن رغم أنهم كانوا من أسرياء القوم وكانوا من أبناء علية القوم ولكنهم تعرضوا لقهر شديد حتى أن بعض الأثار تذكر أن بعضهم قتل فماذا حدث خذوا قرار بقى بالآتي وهين بقى سفينة النجام أنه طبعا أول قصة في صورة الكهف اللي هي قصة أهل الكهف وفيها نتعلم درسه عظيم جدا وهي فتنة الدين كيف أن نجا من فتنة الدين يعني إيه فتنة الدين على فكرة قصة الكهف دين متكررة في حياتنا ولذلك ربنا عز وجل يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة لا تتعجب لأنها قصة متكررة على مدار الحياة وبتحدث مرات عديدة جدا فلا تتعجب من ذلك إنه ممكن إنسان يتعرض لفتنة الدينه وهو له مكانة بين قومه يتعرض أن يكون ظالما لا لا يظلم أبدا يتعرض أن يكون قاهرا يتعرض أن يأكل حقوق الآخرين يتعرض أن يحكم حكم جائر إذا كان قاضيا يحكم الظلم إذا أته أمر من القيادة العليا ويكون ضابط كبير جدا يتعرض إلى أن يقتل إنسان ظلما لا ينبغي أن يشارك في هذا الظلم أبدا ماذا يفعل؟ الصورة بقى واضحة هنا بقى نتعلم من صورة الكاف يبقى الواحد لا يشترك في ظلم لا يشترك في سرقة لا يشترك في قتل ظلما لا يشترك في خيانة ينبغي أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى والإنسان لما يوجد في بيئة هتؤدي إلى أن يفتن في دينه يبقى لابد أن يعتزل طبعا إذا أراد أن يصلح أو يقوم فهذا أفضل طبعا وإذا أراد أن يكون في هذه البيئة وأن يكون له نصيحة لعدم الظلم فهذا شيء عظيم جدا ولكن إذا تعرض لذلك يبقى لابد أن يعتزل هذا الشر ويابد أن يلوز بصحبة مؤمنة مثلما فعل أهل الكاف ويابد أن يوجد بيئة الأخرى والحق جدا كثير من الناس أنا أعرفهم الحقيقة كان في وظائف معينة وعرض عليه سرقة ونهب وخيانة وغدر هو حاول أن يصلح للصح طبعا ولكن له لم يستطيع فاعتزل وترك العمل بل أن بعضهم ترك طبعا مناصب عظيمة جدا حتى لا يقع في هذه الفتنة لأنه يوم القيامة بقى هنا بقى الشيء المهم بقى اللي كحديث عن يوم القيامة لأن كل ذلك مسجل عليه هذا اختبار كل متاع الدنيا وانت هتؤثر متاع الدنيا على الله عز وجل على الأخيرة فشوف بقى بعد ذلك في التعقيب بقى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لأنه في الحقيقة بيظلم نفسه قوم فرعون طبعا ودول أشد الناس عزبا يوم القيامة يقول ربنا عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجل أن يقول ربي الله على سيدنا موسى يبقى كان يبقى ممكن للإنسان الصالح التقي يكون في في بيئة ظالمة بس هو بيأثر بس هو بينصح بس هو بيقوم بس هو بيمنع الظلم يبقى مقبول هذا إنما إذا تعرض أن يكون شريكا في الظلم لابد أن يعتزل مثل ما فعل أهل الكهف وقال رجل من آل فرعون أتقتلون رجل أن يقول ربي الله يبقى هو ما صحهم أن هما ما يقتلوش سيدنا موسى وده شيء طيب جبيل جدا لا بل ذكر في صورة القصص هذا الرجل اللي هو كان مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه لما خدهم قرار أن هما يقتلوا سيدنا موسى ماذا فعل هذا الرجل الصالح المؤمن رغم أنه موجود في بيئة فاسدة ماذا فعل يقول ربنا عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتميرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين يبقى هو نصح سيدنا موسى رغم أنه كان مع قوم فرعاهم يبقى هو ده بقى إيه ده يعتبر من أهل الكهف ولكن لم يعتزل البيئة لأنه نصح سيدنا موسى وفعلا سيدنا موسى أخذ هذه النصيحة الغالية وذهب إلى مدينة هؤلاء الفتية الذين كانوا يعيشون في صراء آثروا وفضلوا طاعة الله عز وجل واعتزلوا قومهم وهنا بقى نقول بقية إن الاعتزال مهم جدا إذا هو إذا هو أجبر على أن يفتن في دينه لأنه هم طبعا كان عندهم سبيل من اثنين إما أن يفتنوا في دينهم لأن بعضهم قتل إلا من يتركوا عبادة الله وتوحيده فلذلك قرروا الاعتزال يبقى الاعتزال يعني أصبح راجب يبقى الاعتزال سفينة النجابة لما الإنسان يتعرض لفتن الدين الاعتزال يعتزل البيئة الفاسدة وعليه بالصحبة الصالحة ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء مهم كالو أي عالو إبقى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدة والحاجة المهمة يكون عنده ثقة بالله عز وجل لأن هذا الذي سيثبته في الاستمرار في طريق الهداية والارتباط بالله عز وجل ماذا فعل هؤلاء الفتية لما اجتمعوا وصاروا في مكان مهجور فلم يجدوا إلا كهفا فماذا قالوا قالوا فأوئوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة يعني اذهبوا إلى هذا الكهف وسيتولى الله عز وجل حمايته ورعايته وكرمه عليكم هنا بقى الثقة بالله عز وجل وده ركلمهم جدا طبعا من أركان سفينة النجاة لما الإنسان يتعرض للفتنة يبقى عنده ثقة بالله إنه لما يؤثر مرضات الله عز وجل على الوقوع أو على الخطأ أو الإنسلاق في الفتنة يبقى عنده ثقة إن ربنا عز وجل سينجيه ومثل ما فعل الله عز وجل بأهل الكهف ماذا فعل الله لهم ربنا عز وجل يقول فضربنا على آذانهم في الكهف سينيدة عددة يبقى النوم والنوم دي طبعا نعمة عظيمة جدا شوف ربنا بقى تولاهم ورعاهم وأكرمهم وأحسن إليهم أعظم إحسان أول حاجة إن ربنا عز وجل حمل عنهم كل الهموم بنوم عميق وهذا ده ناموا إيه؟ ده ناموا قرون ناموا تلتمية وتسعة سنة سبحان الله وحتى لما يسحوا بعد كده ما كانش علوم أي أثار إطلاقا تدل إنه هم ناموا حتى مئة يوم مش تلتمية سنة ده الإنسان بس لو نام يوم واحد بس ولم يغسل وجهه بيبان على وشه صح؟ قلت أنت لم تغسل وجهك واضح فيه عماص ده عشان يوم واحد بس لا وده من رعاية الله وكرمه ورحمته بهم سبحانه وتعالى فيقول ربنا عز وجل بأول مظهر ومظاهر الرحمة إن ربنا أعطهم نوم وهدوء عميق ضدا لسلوات طويلة فضربنا على آذانين في الكهف سنين العددا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى طبعا لما إنسان بينام في كهف وفي فوجه ومعرضة طبعا للشمس فأول حاجة أن الشمس ستحرقه فربنا عز وجل ماذا يقول يقول ربنا سبحانه وتعالى وطرى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقريدهم ذات الشمال وهم في فوجهاتهم منه كلام جميل أولا يعني ربنا عز وجل لو حجم عنهم الشمس تماما لا أجسامهم عن عفن مش هينفع ده هم عايزين قليل من الشمس عند الشروق وقليل عند الغروب فربنا عز وجل يقول ايه وطرى الشمس إذا طلعت تزاور شوف تزاور جاي من الزيارة شوف تعبير جميل جدا يعني تعطيهم قليل من الشمس ومن الحرارة عشان ايه تجمل وتلطف هذا الجو الذي يعيشون فيه تزاور زيارة هي وإذا غربت تقريدهم يبقى في ايه تزاوروا وتقريدهم يعني يدوب ايه نفحات بسيطة جدا من أشعة الشمس حتى تحافظ عليهم من غير أن يعتبوا ومن غير أن يعفنوا ومن غير أن يحتلقوا بحرارة الشمس طيب لما يكون نيمين على جهة واحدة سيحتاجوا تعفوا لا يا ربنا عز وجل عليه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال سبحان الله رحمة الله ورعايته مش قصة اهل كهف بس لا يتعلم الناس اللي بيحافظ على دينه وبيهزر البيئة الفاسدة وكونوا حفيزة على طاعة الله عز وجل سيرعاه الله عز وجل المسلامة ورعى على الاهل الكهف نقطة الثانية بقى ايه بقى وكلبهم باسة ذراعيه بالوسيط يبقى ربنا بيقلبهم عشان لو حد ما عدي او بيمرهم امامهم هيشوف كلب هيخاف فيتولى عنهم طب لو في واحد تجاهل الكلب مثلا وحب ينظر اليهم لا ده يخاف يرتعب ربنا يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم انفرارا ولمليئت منهم رعبا كانوا طبعا يفتحون عينهم وطبعا لان فتها العين ده حماية ورعاية لها من فاش تغلق هذه السنوات طويلة يبقى القصة دي نستفيد منها ان الله عز وجل رعاية ورحمة وكرما لهؤلاء الذين يؤسرين طاعته على الايه الوقواء في الفتنة ودي طبعا قصة متكررة عشان كدنا ربنا يقول الحديث صلى الله عليه وسلم لا تتعجب من ذلك لان هذه قصة متكررة وهي رعاية الله عز وجل للاوليائه الذين يعتزلون الفتن ولا يقعون فيما يفسدينهم ويغرقوا في الفتن وبعدين شوف رعاية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء اهم حاجة بقى انهم طبعا لما استيقظهم بعد ثلاثة قرون ماذا حدث استيقظهم سبحان الله وكأنه يوم واحد وهذا من رعاية الله وفضله وكرمه عليهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قالوا ايه بقى قالوا استشعروا منهم ظلوا يوما واحدا قالوا لبسنا يوما او بعض يوم ومعنى كده لم يظهر على اثارهم نوم عميق ولا حتى شهور ولا اعوام لا ده قعدوا مئات الاعوام قعدوا 300 سنة فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما يروح كان معهم بعض النقود القديمة اللى انتهت تغيرت طبعا 300 سنة العملات تغيرت وكل حاجة تغيرت والاماكن والقرى حتى ان القوم اللى موجودين في هذا الزمان بعد ان استيقظوا كانوا قوم صالحين يعبدوا الله غير قومهم فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتوكم برزق منه ولا يؤكد ايمانهم وراهم مش فليأتوكم بطعام لا برزق يعني اشارة ان ان الرزق والله سبحانه تعالى فليأتوكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا لانهما لو علفوكم هما لا يعلموا ان الدنيا تغيرت واصبح قوم صالحين مؤمنين غير هؤلاء الفاسدين الذين كانوا في زمنهم انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفليحوا اذا ابدا وربقنا على قلوبهم لا يقولون الا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقارضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اث طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا ذهب هذا الشاب الحقيقة عشان يشتري طعام وعندما قدم العملة لصاحب الطعام تعجب لان العملة انتهى عليها قروب من زمان قال له من اين جئت بهذا الكنز قال له ليس كنز هذه عملة طبعا تعجب فاخذه وذهب الى حاكم هذه البلد المؤمنة لانهم طبعا امنوا قاعد يسمع منه علم بقى بحقيقة امره لان الحقيقة هؤلاء الفتية لما اختفهم اثرهم واخبرهم انتشرت في بلاد ان فتية طبعا اختفهم لانهم طبعا كانوا من ابناء عيلة القوم فاصرهم واباهم تعبوا جدا عليهم ولم يجدوهم ودي برضو ايه يعني سبحان الله يعني ربنا عد وجل رعاهم وحماهم بالكلب ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرانا ورغم ذلك كلهم لم يراهم احد ولذلك ظل خبرهم ايه مجهولا فطبعا فقرر هذا الحاكم والحشة الملكة ان يذهبوا الى هؤلاء الشباب وهنا تتتابع رحمة الله ورعايته على هؤلاء الشباب لان دولنا الصالحين طبعا اذا وجدوهم طبعا هيكرموهم وهيدلهم مكان عظيم جدا وهيكوفئوهم على ايه على ما تعرضوا له طبعا لما ذهبوا الى الكهف قال لهم ايبقاه هذا الشاب قال لهم كونوا بعيدا حتى اخبر هؤلاء الشباب حتى لا يفجعوا لان هذه امور عجيبة جدا يعني سافجعهم ان احنا نومتنا لم تكن يوما او بعد يوم بل كانت مئات السنين وسأقول لهم ان القوم الحاليين صالحين يعني لا تدخلوا عليهم حتى وده طبعا هنا حسن الصحبة وانسان لما يكون في صحبة صالحة بطراعية وكان انسان طبعا يعني انسان صالح فهو اراد ان لا يفزع وان لا يقلق اخوانه فطلب منهم البعد حتى يمهد لهم ثم بعد ذلك ايه يدخل عليهم الحاكم ومن معهم ايه من الحاشية فدخل هذا الشاب وحكى لهم القصة قال لهم يا جماعة احنا نمنا 300 سنة طبعا تعجبوا كيف زي ويا جماعة ربنا غير الدنيا والقوم الموجودين دلوقت صالحين طبعا كلام كبير جدا فماذا فعل الله توفاهم وماتوا جميعا هنا بقى السؤال لماذا توفاهم الله سبحانه وتعالى اه عشان حاجتين اول حاجة واهم حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى اراد شو بقى زيادة التكريم وزيادة التشريف والتعظيم لهم ان هما ايه لا يكرموا في حياتهم لربنا عز وجل حفظ لهم هذا التكريم يوم القيامة الانسان طبعا لم يعمل عمل صالح واخذ اجره في الدنيا بيضيح هذا العمل لا شاء الله سبحانه وتعالى ان يحفظ لهم اعمالهم ولا يلوزوا ولا ينالوا تكريما ولا ينالوا ايه تمجيدا ولا ينالوا تشريفا من هذا الملك الصالح والحاجة التانية طبعا كيف انهم بعد 300 سنة الناس اتغيرت عددها وتخليدها وتفكيرها ده حتى كمان احنا بنشتكم الاجيال الكبار مع الصغار بيقولك انا مش عارف التعامل مع اولادي فمن بالك بقى 300 سنة فطبعا تبقى الحياة صعبة جدا فرعاية ورحمة وكرما توفاهم الله سبحانه وتعالى ولكن نقطة المهم ايه ان ربنا عز وجل لم يعطيهم هذا التكريم في الدنيا ليحفظهم ايه يوم القيامة في خصة الحقيقة موازية ان كان احد العبيد كان راجل صالح جدا وكان يصلي الليل طبعا يقوم طول النهار بخدمة سيده وزوجته وفي الليل يعتزل بعيدا ويصلي الليل فطبعا صاحب البيت وزوجته الام لربما يكون بيعمل شيء غلط فقال له لا تترك هذا المكان بالليل وكن في غرفتك الليل كله ولا نراك تغادر هذا المكان طبعا هو حريص ان لا يخبرهم انه يصلي الليل في مكان بعيد عن غرفته فكتم هذا الامر ولما تتبعت الايام زجروه وضربوه اهنوه ولكنه مصر على انه يصلي الليل عندما ايه يأتي بعد منتصف الليل فماذا فعلوا بقى قالوا سوف نتجسس عليه ونعرف الى اي الاماكن يذهب من الليل لربما يفعل شيء خطأ فتجسسوا عليه وصاروا وراءهم من غير ان يدرين فوجدوه يصلي فتعجبهم ولموا انفسهم لوما شديدا وبعدين بقى سامعوه وهو ساجد بيقول ايه بقى بيشتكي الى الله عز وجل مما فعله سيده وزوجته ويشتكي ويبكي الى الله فلم يتحملوا ذلك وبكوا وقالوا ايها السيد العزيز ان شئت ان تكون انت السيدا ونحن العبيد فنحن موافقين سوف يشوف هنا بقى حتى مهمة جدا ماذا قال هذا العبد الصالح خلاص هو انكشف عمره ولا يريد ان يكرمه سيده ده عرضوا عليه ان يكون هو السيد والرجل وزوجته يكون عبيدا له فماذا قال هذا الرجل الصالح مش عايز حاجة في الدنيا قال يا صاحب السر ان السر قد انكشف فاقبضني اليك فقبضه الله عز وجل لو مات مثل ما فعل الله باهل الكهف انقبضهم وماتوا قبل ان ينالوا تكريما ولا تشريثا ولا تعظيما لهم في الدنيا ليحفظ الله لهم اجرهم يوم القيامة وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلموا بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا القصة التانية بتكلم عن فتنة المال وفتنة الدنيا وهو الحق كان فيه صديقين ربنا عز وجل منح احدهم مالا كثير وكانت له جنتين ما شاء الله كان فيهم الخيد العظيم ربنا عز وجل يقول سبحانه وتعالى وضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهم جنتين من اعناب يعني الجنة الاولى والجنة التانية من العنب وحففناهما بنخل الجنة دي يحفوا النخل والاخرى ايه يحفوا النخل تمام وجعلنا بينهما زرع بين الجنتين كان في زرع يعني حاجة جميلة جدا وفجرنا خلالهما نهره وكل ده بقى من عطاء الله عز وجل وربنا عز وجل هو الذي يقول ايه جعلنا يعني هذا النعمة من الله سبحانه وتعالى ربنا يقول جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما ربنا يتكلم عن نفسه وحففناهما لان نعم كلها من عند الله عز وجل بعض الناس الحقيقة وتذكر لما ربنا ينوا عليه بنعمة او بمنصب او سراء يتذكر من ده زكاؤه لا ابدا من زكاءك حتى لو او مراسك او شطرتك ابدا هذا عطاء الله سبحانه وتعالى وليس عنده هذه النعمة فربنا عز وجل يقول وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَ ربنا عز وجل جعل له جنتين وحففناهما بنقر عطاء الله وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَ وَفَجَّرْنَا إِخْلَاهُمَا نَهْرَ يبقى النعم العطاء من الله سبحانه وتعالى ولكنه الحقيقة لم ينقح في الامتحان كما قال ربنا في اول الصورة إِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنْ عَمَلَهُمْ ولكن هذا الرجل صاحب الجنتين رسب في الامتحان فماذا حدث يقول ربنا عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا هو ظلم هو ظلم كما سنعلم عن ذلك طبعا الجنة مش بتظلم ده جماد ولكن ربنا عز وجل بيشير إلى رسالة هامة جدا أن هذا الرجل ظلم نفسه فعلا في الحقيقة ظلم نفسه قال لصاحبه ويحاوله أنا أكثر من كمالا وأعز نفر الفتنة دي بقى فتنة خطيرة جدا ولذلك احنا نعرف ان فتنة المال ديت من أخطر الفتن اللي يتعرض لهالإنسان ولذلك جاء التعقيب على قصة تانية اللي بنتكلم فيها عليها صاحب الجنتين في القرآن تعقيب طويل شوية لأن معظم الناس بتغرق في منازل حياة الدنيا وبينسوا الدرس المهمة في أول الصورة إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه هو قعد طبعا يفتخر في الأول قبل ذلك قعد يفتخر ويقول لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا الاغترار بقى وده نقطة خطيرة جدا إنه اغتر بأول إنسان يغتر إذا الدنيا عز وجل بيد الله يزولها في لحظة وصبحانه وتعالى هو صاحب النعم قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة هنا الشك بقى في يوم القيامة وده خطيرة جدا لا أظن أن هناك قيامة وما أظن الساعة قائمة ولا إرددت إلى ربي لأجدان خيرا منها منقلبة بعض الناس الحالة لهم ربنا بيعطي النعم بيتصور بقى إنه ربنا بيحبه وإن النعم دي بقى إيه حق مقتسب له دون أي تعاط وإن ربنا هذه المحبة الزائدة بدون عبادات وبدون صلاة وبدون انفاق في سبيل الله يتصور بقى إن دي مكرم من الله سبحانه وتعالى وإيه شك في اليوم الآخر ولا إرددت إلى ربي حتى يوم القيامة ربنا هيدينا أحسن منها ده طبعا اخترار وده الحقيقة من أخطر المظالق التي تودي بالإنسان في الخطر عندما ينعم الله عز وجل بهذه النعمة ولذلك احنا قلنا بقى النجاة من ذلك أمر هام جدا عدم الإختار بالدنيا ومعرفة حقيقة الدنيا لأنها إلى زوال والأمر الآخر أتذكر الآخرة وإيه بقى والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى مثل ما قال صاحبه وسنعلم بعد ذلك ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا طبعا هنا بقى صاحبه كان مؤمن لم يعجبه هذا الكلام تماما فرد عليه رد قاسي جدا قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلها لأن ذا كفر الشك في يوم القيامة كفر والاغترار بالدنيا بهذه الدرجة هو كتاب بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى وبعدين قال له إيه بقى قال له أنا بقى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله يعني إيه ما شاء الله يعني إنساب هذه النعمة الله سبحانه وتعالى العاطي الكريم قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا تحول ولا قوة إلا بالله فربنا عز وجل هو العاطي الكريم المنان وهو سبحانه وتعالى بيده القوة وبيده إيه إبقاء هذه الجنتين أو أثنائها ولذلك نتعلم درسي مهمة جدا الإنسان الحقيقة لما ربنا عز وجل ينعم عليه بنعمه ما يغطرش لا يقول إيه يقول مثلما قال الرجل المؤمن يقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله وأنا أعرف بعض الناس الحقيقة بيكتب على بيته أو على الأصر بتاعه أو على حديقته أو على نعم الله يقول إيه ما شاء الله ولا قوة إلا بالله مش شرط يكتبها ولكن يتذكر دائما ويرددها يقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ولما تدخل عند صديقا لك وعنده يعني خير كثير جدا أو أصر أو حديقة تقول هذه المقولة جميلة قل ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ثم بعد ذلك قال له إيه بقى مش في حتة مهمة قال له إيه قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلة هو الحقيقة في سياق هذا الرجل الظالم الذي ظالم نفسه وصحب الجنتين هو في سياق كلامه هو لم يكفر بالله ما قال له صراحة أنا منكر وجود الله أو أنه أقول لا ده هو أنكر يوم القيامة نقطة مهمة جدا واغتر وافتخر بماله وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وده بقى مهم جدا في معرفة توحيد الإنسان يعلم أن هذه الدنيا إلى زوال وما أظن أن تبيد هذه الزاد ربنا عز وجل سوف يفني هذا العالم للحساب ولذلك رد عليه رد هام جدا قال له إيه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواجر إيه إيه العلاقة ما بين إيه بقى هو هذا الرجل الظالم لم يكفر بالله ولم يتكلم عن ذات الله العالية ولم يتكلم عن خلق الإنسان لا ده حتة مهمة بقى هنا إنه لما شكك في اليوم الآخر وقال إيه وما أظن الساعة قائمة ردوا إلى أصل هام جدا في معرفة الله عز وجل وهو أن الإيمان بالله عز وجل واليقين به يؤكد أن هناك يوم آخر لا يمكن أن يكون هذا الإله العظيم المبدع في الخلق الذي أحكم خلق الدنيا وخلق الإنسان خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلة مستحيل أن هذا الإله لا يكون هناك يوم الحساب هذا الإله لابد أن يكون عادلا هذا الإله المبدع الذي أبدع خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلة لابد أن يكون عادلا لأن في ناس في الدنيا دي عمنا تظلم ولا تحاسب في الدنيا وبعض الناس بيتغوز في الظلم وربنا بمهد لها الحياة أكثر ويعتيها الصراء والنعم والسلطان وبيظلم ويستمر في الظلم حتى يموت معقولة ربنا عزيزيز سيترك هؤلاء ولذلك في هذه الصورة في التعقيب بقى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هنا بقى هذا الرجل المؤمن الصالح رد عليه قال له انتكفرت بالله لأن ربنا عزيزيز المبدع الذي خلق الإنسان بهذا التكون العظيم مستحيل أن يترك الناس بلا حساب لابد أن يكونه لك يوم آخر يبقى تشكيكه في اليوم الآخر رد عليه بالإيه بعظيم خلق الله وإبداعه الذي لا يترك الناس هاملا بلا حساب مثلما يقول ربنا عزيزيز في صورة النبأ عما يتسألون كفار ربنا عزيزيز بيرد عليهم لما يشكيكوا في يوم الآخر فربنا بيرد عليهم عما يتسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون أمر عجيب جدا يعني هم متعجبين من موجود يوم الحساب فربنا بقى بيرد عليهم بقى ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ثباتة يبقى هذا الإله العظيم المبدع الذي أحكم خلق السموات والأرض وجعل نومكم ثباتة وجعل الليلة لباسة وخلق الإنسان بهذا التكوين لابد أن يكون عادلا لأن هناك ناس تظلم ولا تحسب في الدنيا فهذا الإله المبدع العظيم لابد أن يجعل يوم للحساب وفيه يحاسب الناس يوم القيامة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت فالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل من كمالا وولدا ثم دعا هذا الرجل الصالح وقال إيه قال عسى أن يؤتيني ربي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا يعني هو دعا بحكتين عسى ربي أن يؤتيني وهنا بقى يقول المفسرون بقى حتة مهمة جدا وهو جواز أن يدعو الإنسان لنفسه وجواز أن يدعو أيضا على الظالم أن ينتقم الله منه فهو دعا لنفسه فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك لتعلم منها درس لما الإنسان لا نعيم أو لا إجدال من الحق والباطل يدعو الله عز وجل أن يرزقه النعم لا بأس هذا شيء طيب والدعاء عبادة ووطاعة وربنا عز وجل يحب الملحين في الدعاء بس انت بقى يا ظالم ينتقم منك فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا والحقيقة التربة الزلق لا تنبت أبنا وده ما حدث فعلا لجنت ربنا أرسل عليها حسبانا من السماء فأصبحت هذه الأرض غير صالحة للزراع سبحان الله انتهت انتهت أسطورة هذا الغرور انتهت الدنيا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلب هذا النهر الجميل الذي يسقي لك جنتك عسى الله أن يجعله غورا يعني يبتعد فلا تستطيع الوصول إليه يبتعد عنك هذا الماء ولا تستطيع أن تروي هذه على الأرض وأحيط بثمري انتقم الله منه وفي ليلة عاصفة جاءت عاصفة ضاعت الجنتين وأصبحت مثل الصحراء الجرداء التي لا خير فيها أبدا حتى بعض الأسر بتقول أنه فقد كل شيء حتى أن زوجته طبعا تركته بعد هذا الفقر الذي يتعرض له هو الحقيقة ظلم نفسه ورب العزيزي يقول إيه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه وهنا نرجع للقيمة الأولية اللي هي في صورة الكهف بتقول إيه إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلغهم يبقى كل الزينة وكل المتاع اللي انت بشوفه غيرك وغيرك كل واحد حسب مكانته وحسب منصبه وحسب عطاء الله كل واحد ربنا بيزين للدنيا بشكل معين خلي بالك احذر هذه الزينة اختبار وامتحان من الله تعالى فهذا الرجل رسل في الامتحان فضاعت الجنتين وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقولوا يا ليتني لم أشرك بربي أحدا انتهت القصة التانية ولكن التعقيب جاء لها طويل شوية احنا قلنا ان سورة الكهف 110 آية اربع قصص مجملهم 71 آية والباقي تعقيب ولكن التعقيب على القصة التانية جاء طويل شوية ان ربنا عز وجل بقول لي بقى واضرب لهم اول حاجة بقية ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتشرة هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة يبقى الانسان بقى ايه يتصل بالله ويرى حق الله عز وجل لان الولاية يعني يتولى الله الصالحين برعايته ورحمته وعطائه وثبوت النعمة دي بقى ايه من خصائص العبد المؤمن وذلك ربنا عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكن أونس ومؤمن فلنوحينه حياة طيبة ونوحينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يبقى الولاية أن يتولى الله بلعايته ورحمة يبقى انت ايه تحافظ عليها لا تغطر بها لا تفتخر بها على الناس تخيم حق النعمة تنفق في سبيل الله هنا يبقى انت ايه تستمر معك النعمة انما اذا سقط الانسان واذا خرق واذا اغطر بالدنيا فستضيع النعمة حتما يبقى ربنا يقول هناك الولاية يعني ربنا يتولى الصالحين هناك الله الحق وهو خير من ثوابا وخير من عقبة يبقى ربنا عز وجل خير من يثبت النعمة ويجذب الثواب والعاقبة دائما للمتقين وهو سبحانه وتعالى يعطي العاقبة دائما دائما لأولياء ثم يقول ربنا عز وجل في التعقيب تعقيب مهم جدا الحقيب على القصة الثانية واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء انزل له من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هاشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ربنا يضرب مثال الحياة الدنيا جميل اول وهو عبارة عن ايه عبارة عن مطر نازل في الارض ثم اصبح نبات جميل وبسرعة هذا النبات زبل وانتهى فهذه هي الدنيا وهذه الاخرة وكان الله على كل شيء مقتدرا الدرس اللي بعد كده بقى في التعقيب المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امله يبقى ربنا بنبهنا بقى في التعقيب على القصة التانية وهي متاع الدنيا ان تعرف ان المال والبنون زينة الحياة الدنيا مع العلم ان انت لو احسنت مع الله عز وجل سيحسن لك مالك يبارك فيه وسيحسن لك زريتك وده اللي حدث في قصة موسى بعد كده لما نعرف ان ربنا عز وجل تولى بصلاح الاب في الحائط الذي اقامه سيدنا موسى الخدر ويتولى الله عز وجل ويرعى ابناء المؤمن واحفاده كمان حتى الجيل السابع رعاهم الله عز وجل لما بنا سيدنا موسى الخدر قالوا اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فاراد ربك ان يبلغ اشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلتو عن امل في التعقيب ايضا همهم جدا التذكير مرة اخرى بايه بيوم القيامة ويوم نسير الجبال وتر الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة ايو ان يعرف كويس جدا ان تذكر الاخرة والتأكيد عليها وفهمها جيدا من منجيات الفتن من الحياة الدنيا ربنا عزيزي يقول عوض على الكتاب فترى المجرمين يبقى كل حاجة محسوب عليكم مكتوبة يوم الايامة ستقرأ كتابك بنفسك يقول ربنا عزيزي عوض على الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه كل اعمالهم مكتوبة ومسجلة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادروا صغيرة ولا كبيرة ان الا احصاها ووجدوا ما يعملوا حاضرا ولا يظلموا ربك احدا حتى مهم جدا في التعقيب على قصة صاحبك الناتين وهو التذكير بقصة ادم لان سيدنا ادم لما اكل من تلك الشجرة لم يراي حق النعمة فضاعت منه النعمة وحرم الجنة فيقول ربنا عزيزي وادخلنا الملائكة تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففاسق عن عمل ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يبقى الانسان عشان ينجو من فتن الدنيا ومغرياتها دائما يتذكر قصة ابونا ادم انه حرم النعمة لانه خلف امر الله عز وجل واكل من الشجرة التي نهاها الله بما فعله الشيطان وذكايد الشيطان لذلك ربنا عزيزي تعقيف نهاية القصة على الشيطان افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا والامر الهام جدا هو تذكر الاخرة وهذا امر الهام جدا والحقيقة قصرت تلاوة كلام الله عز وجل دائما تذكره بالاخرة والامر الهام انه دائما ينسب الفضل الله عز وجل ما شاء الله ولا قوة الا بالله اخر حاجة درس او اخر درس يعقب ربنا عز وجل فيه على صاحب الجنتين يقول ربنا عز وجل وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا يعني فيه امم هلكت لانها كفرت وفسخت وابتعدت عن الله عز وجل وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا يبقى عاقبة الظلم مثل ما هذا الايه ودخل جنته وظلم لنفسه هو ظلم نفسه لان ضعت الجنتين واصفع يقلبوا كفاية يبقى ربنا بيذكرنا بالامم السابقة وتلك القرى ده اخر ايه بقى في التعقيب على ايه صاحب الجنتين وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا لان بعض الناس يتصور بيصير في الظلم والطغيان والقهر والسرقة والقيانة وربنا ايه بيزودوا خير لا اه في موعد احنا بنعتبر الرسائل الربانية مهمة جدا انسان شوف ربنا يقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق او لم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد اقعد كده تأمل كده في الحياة يرسل ربنا عز وجل لك رسائل كثيرة جدا في يومك وانت لا تقرأها ربنا يقول ايه وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا يعني في معاد معين في الدنيا سينتقم الله من الظالم وسوف يظهر الحق جليا ان شاء الله فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسدانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قصة موسى والخدر طبعا هذه القصة الثالثة في سورة الكهف وهذه اعطاه ورزقه وعطاه هذه النعم بعدما احنا تكلمنا ان سورة الكهف هي تجعل الانسان نور بين الجمعتين ونور الى البيت العطيق وان من قراءها كانت له نور اليوم القيامة هذا النور وقلنا ان له من يطبق هذه السورة ويعيش بمعانيها ويستشعرها بكنوزها العظيمة فانه يسعد في هذه الحياة الدنيا بنور سورة الكهف وبركتها ان شاء الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور القصة الثالثة وهي قصة موسى والخدر الحقيقة هي ذا القصة الوحيدة التي ورد فيها حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من رواه الامام البخاري وهو ان سيدنا موسى عليه السلام كان يخطب في بني اسرائيل وكان خطابا جميلا مبهرا اعجب الناس فقام الرجل وقال هل يوجد من هو اعلم منك بيكلم سيدنا موسى بقوله هل يوجد في هذه الارض من هو اعلم منك فقال له سيدنا موسى لا يوجد رغم ان سيدنا موسى طبعا يعني معروف انه كلمه الله سبحانه وتعالى وانه خمسة من العز من الرسل وله مكان عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولكن عتبه الله على ذلك وقال اذهب عند مجمع البحرين وسوف ترى من هو اعلم منك اول درس نتعلب بقى في الفكر الرشيد او في سفينة النجاه من مخاطر هذه الحياة بعد ان يحفظ الانسان القصة الاولى يحفظ نفسه من فتنة الدين ثم من فتنة الدنيا واغراءاتها ونعيمها كيف يصير سيرا رشيدا سيرا نيرا بدون ان يخبط في متاعب هذه الحياة اخذ سيدنا موسى على نفسه العهد وكان معه فتا كان بيخدمه اخذ على نفسه العهد ان يصل الى هذا الرجل مهما كلفه من وقت وزمان وجهت واذ قال موسى لفتاه لا ابرحه حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه يعني سوف اظل بيكلم مع فتاة بيقوله سأظل حتى اصل الى هذا الرجل اللي هو اكثر من علما عشرات من السنوات حتى ابلغ مجمع البحرين واقابله تحصيل العلم اول حاجة في الفكر الرشيد او في سفينة النجاه من الحياة في الفكر الرشيد هو تحصيل العلم والحياة ان معظم الكوارث التي نعيشها في حياتنا هي اسببها الجهل كثير جدا من الناس الحقيقة او من الدول او المؤسسات او من الاسر بيقبلوا على قرارات هامة في حياتهم دون بصيرة او بجهل وهذه طبعا كارثة كبرى جدا ينبغي على الانسان ان يعلم ان اساس النجاح واساس التوفيق واساس سفينة النجاح في الفكر الرشيد هو المعلومات الداتة لابد ان يحصل الانسان على معلومات كافية فاي قضية يريد ان يكون ناجحا فيها فذلك قال سيدنا موسى لن ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة يعني عشرات من السنين وبعدين ربنا ادالوا اشارة انك سترى هذا العبد الذي هو اكثر منك علما سيكون معك حوت وعندما يختفي منك هذا الحوت فستكون هذه علامة لان تجد هذا العبد الصالح وفعلا صار سيدنا موسى حتى بلغ مجمع البحرين وبعدين قال الفتاة اتنا غداءنا احنا تعبنا نريد ان نأكل لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه اقول للشيطان وان اذكره يبقى هو عند مجمع البحرين نسى فعلا الحوت رغم الحوت كان مطبوخ يعني قفز الحوت امر غريب جدا قفز الحوت بالبحر وكان في سلة وكانت هذه علامة ان سيدنا موسى سيجد هذا الرجل الصالح عند مجمع البحرين واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على اثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما والحقيقة احنا طبعا ورد في هذه القصة هذه القصة الوحيدة في سورة الكهف الذي ورد فيها حديث طويلة قال له سيدنا موسى عندما وجده عند مجمع البحرين قال له السلام عليكم فتعجب طبعا سيدنا الخضر لانه لم يكن في هذا الزمان احد يعرف السلام وكان يعيش في جو غريب فقال ان السلام تعجب فقال من قال موسى فقال له سيدنا الخضر موسى بني اسرائيل قال نعم لان سيدنا موسى طبعا مشهور في التاريخ ومشهور في الدنيا كلها فقال له سيدنا موسى شوف التأدب احنا اقولنا اول حاجة او اول اداة هامة جدا في التفكير الرشيد هي تحصيل العلم وله فضل عظيم جدا فقال له بقى هل اتبعوك على ان تعلمني مما علمت رشدة احنا عايزين نقول ايه اهمية العلم في الحياة مهم جدا طبعا والحقيقة في حاجة قابل العلم وهي التزكية سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام لما دع الله عز وجل قال ربنا يبعث فيهم هو يابن الكعبة يعني هذه دعوة النبي محمد عليه السلام فقال سيد الخليل ابراهيم ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم يعني سيدنا ابراهيم طلب ان يأتي نبي اللي هو محمد عليه السلام واستجاب الله دعوته بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم التطهير مع التزكية ولكن سيدنا ابراهيم ايه ذكر العلم قبل التزكية جاءت لها القرآنية بقى لترتيب الامر ترتيبا عظيما وهو أن التزكية قبل العلم فربنا عز وجل قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة يبقى التزكية جاءت قبل العلم ودي نقطة هامة جدا حقيقة أهل الكهف في القصة الأولى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدة شوف الرحمة تزكية والعلماء قالوا قاعدة هامة جدا أن التخلية قبل التحلية أهم من تحصيل العلم أن يطهر نفسه بالصلاة وذكر الله عز وجل والدعاء والبعد عن المعاصي فالتزكية قبل التحلية التحلية بالعلم والتزكية بالتطهير والاستغفار والتقرب الله عز وجل ومراجعة النفس ولذلك كان الإمام البخاري وطبعا ده يعني إيه ده يعتبر تطبيق عمل يبقى لنور صورة الكهف مثل ما فهم الإمام البخاري ماذا كان يفعل الإمام البخاري الذي جمع ستمائة ألف حديث واختر منه إيه سبعة ألاف وامتين حديث تقريبا اللي هو الصحيح الجامع الصحيح البخاري ستاشر سنة وهو يتعلم العلم ويسافر في البلاد من بلد إلى بلد حتى أنه كان يسافر شهر وشهرين يذهب إلى رجل يأخذ من الحديث ثم يعلم أن هذا رجل قد مات فيذهب إلى بلد أخرى وتعب نفسه هنا بقى نقول تماما جدا وهي في التفكير الرشيد وهي أهمية العلم وينبغي أن يكون زكاة وتتصير النفس قبل العلم وهذا الذي علمه الله عز وجل لسيدنا موسى إنه عندما ذهب إلى هذا العبد الصالح فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدة قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبل على ما لم تحت به خبرا بعض الأثار بتقول أنه نبي أنه قال لسيدنا موسى إن معك علم الطورة وإن معي علم آخر هو علم التوفيق وعلم أن الله عز وجل أعطاه رؤية بعلم الغيب وهذا ما سنراه بعد ذلك قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فركب في السفينة كما في صحيح البخاري فكان أصحاب هذه السفينة مساكين لم يأخذوا أجرة من سيدنا الخضر لأنه يعلمه بصلاح ودي بقى إشارة إيه إلى أن فيهم صلاح إنه يعلم المساكين فيهم صلاح وبعدين جلسوا في المركب فوجد سيدنا موسى عليه السلام والخضر طائر جاء هذا الطائر إلى البحر ونقرأ نقرأ أو نقرتين في البحر فقال سيدنا الخضر ده أول لرسه فقال سيدنا الخضر ما علمنا في علم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر يبقى علم الله هنا بقى إيه الاعتراف والتعظيم بعلم الله عز وجل في البداية وهذا الذي لما ربنا عز وجل سيدنا موسى على ذلك لأنه قال لا يوجد أحد من أعلم مني لا على علم الله عز وجل ثم النقطة الأخرى وقف هذا الطائر مرة أخرى وغرد سمع صوته فأحد الذين في المركب ضربه بقوس فقتله فالدرس الثاني بقى فقال سيدنا الخضر لسيدنا موسى لو لما غرد هذا الطائر لما أصابه هذا الذي رماه بالسهم بأداة درسي تاني كمان وهو أن أحيانا بظهور النعمة أو بظهور الخير بتأتي وبالع على صاحبها وهذا ما حدث سيدنا الخضر أخذ حديدة وبدأ يقتلع لوح من ألواح السفينة قاطعه سيدنا موسى قال أخرقتها لتغرق آلها لقد جئت شيئا امره هذا يعني لامه لوم شديد إزاي أنت هؤلاء المساكين الذين يعني سكرون أو كيف تفسد لوم هذه السفينة فقال ألم أقل إنك لن تستطيع ما يا صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا واستمرت الرحلة يبقى ده أول درس هنعرفه بعد كده طبعا في نهاية القصة سيدنا الخضر بيقول له بيقول له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يبقى في التفكير الرشيد ينبغي أن ينظر الإنسان نظرة شاملة للموضوع من كل جوانبه سيدنا موسى نظر له من جانبه واحد بس ولكن من سبل التفكير الرشيد أن ينظر الأمر من كل جانب وهو أن هناك ملك داخل على الحرب وكان يغتصب كل السفن التي ليس فيها عيب أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة بعد ما انتهت الرحلة خرجوا من السفينة وصلوا إلى قرية من القرى فوجدوا أطفال العبون فوجد سيدنا الخضر طفل كده بعيد من عدل شوية فأخذه واختلى به وخنقه وقتله هنا بقى يعني لم يتحمل سيدنا موسى قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرأ فانطلقا حتى فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا هنا خلل في التفكير رشيد وهو عدم النظر إلى ما قال الأمور لإن قال بعد كده في نهاية القصة قال له وأما الغلام فكان أبواهم أمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة الحقيقة الموضوع ده ينظر له من زاويتين الزاوية الأولى وهو إن التفكير الرشيد أن ينظر إلى مآل الأمور يعني المحصرة بعض الناس بيتصرف تصرفات عشوائية وتصرفات سريعة ولا ينظر إلى عقبتها وده يعتبر خلل في الفهم وخلل في فكر رشيد ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يستنير بنورها هذه القصة العظيمة أن ينظر إلى مآلات الأمور بعض الناس الحقيقة بيتصرع في شهوات وفي اتخاذ قرارات سريعة دون أن يراجعها ودون أن يفكر تفكير جيدا ويعلم ويدرس ما هو مآل كل شيء أي إنسان بيقبل على قضية معينة ينظر لها من جميع الجوانب مثلما حدث في السفينة والأمر الثاني ينظر إلى مآلات الأمور لأن الحقيقة أحيانا بعض التصرفات بيكون نتائجها كارثية وبيكون نتائجها ممكن تأتي على أصحابها لا طبعا الأمر في مجمله أن الله سبحانه وتعالى سوف يبدل هذين الأبوين الصالحين بغلام أفضل لأن هذا الغلام كان كافر الحقيقة وكما ورد في صحيح البقري في هذا الحديث الطويل أن هذا الغلام كان سراقا كان بيسرق الناس كل يوم يأتي الناس يترقون على على باب الأب والأم أين الولد لقد سرق فيقسماني كذبا يحلفوا كذب رغم أن هم مؤمنين أن هذا الطفل لم يخرج من البيت وهو بات في بيتي بات عندنا هنا في البيت فشاء الله سبحانه وتعالى أن يقتل هذا الغلام بيد الخطر رحمة بالأبوين ينظر برضو لهذا الأمر من زاوية أخرى وهي أن الإنسان المؤمن الصادق يعلم أن يرضى بما قسم الله عز وجل يبقى الأم والأب ينبغوا بما يتألموش طبعا لضياع هذا الطفل لا يبقى الإنسان بقى في التفكير الرشيد يرضى بقسمة الله عز وجل لأن ربنا عز وجل أرحم الراحمين وهو ربنا عجل وربنا عز وجل يقول وعسى أن تكراه شيئا وهو خير لكم وكسر جدا من الناس اللي هي عندها إيمان الحقيقة يتعرض لمصائب كارثية في حياته ولكن يرضى بقضاء الله عز وجل ويقول لعل ذلك يكون خير وإن شاء الله الخيرة فيما اختره الله وده مبدأ أهم جدنا في تفكير الرشيد أن يسلم الإنسان ويرضى بما قسم الله عز وجل ذلك والنقطة الأهم بقى وهي بقى رعاية الله للصالحين احنا قولنا قبل كده المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال في السفينة وما كانوا مساكين وطيبين فربنا عز وجل نجاههم بهذه الفعلة يبقى هذا من ترتيب الله سبحانه وتعالى حماية أموال هؤلاء المساكين ومن رحمة الله عز وجل وعدله وهو قتل هذا الغلام وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأبوين لأنه لو كان استمر كما قال ربنا عفزل فهو كان سيؤدي إلى كفر وضلال هذين الأبوين طبعا سيدنا موسى لما قال للخضر قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرة قال أقول لك إنك لن تستطيع معي صبر في الأولين قال له إيه قال أقول إنك لن تستطيع معي صبر في المرة ديبقى إيه واببخوا أكتر بطريقة يعني لطيفة قال أقول لك إنك لن تستطيع معي صبر قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ لما انتهت الرحلة الرحلة التالتة بقى وصلوا إلى قرية وكان أصحابها بوخلاء جاءوا طبعا جاءوا من السفر فطلبوا طعام من هذه القرية فلم يعطيهما أحد طعام فوجد فيها جدارا يريدوا أن ينقض كان فيه جدار بستان وهذا البستان كان بيحط بجدار وهذا الجدار كاد أن يقع فسيدنا الخضر وسيدنا موسى طبعا خدوا في إيده سيدنا الخضر أخذ سيدنا موسى وظلوا يابنوا في هذا الجدار ويصلحوا وجابوا ماء وطين كما ورد في الحديث وظلوا يابنوا في هذا الجدار سيدنا موسى تعجب وقال له إيه قال لو شئت لاتخذت عليه أجراء يعني هو إيه بيقطعوا في المرة الثالثة فقال له سيدنا الخضر قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرها فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية استقعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجذا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال له إيه عن الجدار باء أو أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما الغلامين دول أصلا كانوا في المدينة ما كانوش في هذا البستان يعني لم يكونوا في هذا المكان وكان أبوهما صالحة بعد الأثار بتقول ده الجد السابع فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك يبقى هذا الكنز العظيم كان تحت الجدار ولو سقط هذا الجدار سيظهر هذا الكنز وسوف يضيع مال هؤلاء اللي أبوهما صالحة يبقى يحفظ الله عز وجل للأب الصالح أبناءه حتى الجيل السابع فربنا سبحانه وتعالى من رحمته وبركته بالصالحين أن يحفظ له أموالهم وأن يحفظ له أبناءهم حتى ذراريهم حتى الحفيد السابع وزير رحمة الله سبحانه وتعالى وفي التفكير الرشيد في موضوع بناء الجدار وطبعا كانوا جائعين فالمفروض أنهم يبحثوا عن طعام لا بدأوا في بناء الجدار في التفكير الرشيد ينبغي على الإنسان أن يبدأ بالأهم ثم المهم المهم طبعا أنهم يطعمون أن يأكلوا لهم كانوا جوعة ولكنهم كانوا حرصين كان سيدنا الخضة حريصة على بناء هذا الجدار وهم جوعة يبقى الإنسان في التفكير الرشيد ينبغي أن يبدأ بالأهم ثم المهم وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبَلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِهِ ذَلِكَ تَأ يبقى خلاصة لهذا الأمر نستفيد الآتي أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن العلم هو ركن أساسي في التفكير الرشيد وأيضا التواضع لأن سيدنا موسى ونبيه الله وكلمه الله تواضع وقال له قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدة والصبر لما قاله إنك لن تستطيع معي صبرة قاله إيه قالوا استستجنيني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا والأهم النظر في التفكير الرشيد إلى أي قضية من كل الجوانب لا تنزل إلى جهة واحدة وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحث فأردت أن أعيبها ثم بعد ذلك في قتل الغلام الرضا بقضاء الله عز وجل ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى الخير فيما يختار وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم فهو يدير الكون بالرحمة وبالعدل وينظر أيضا في قتل الغلام إلى إبقى أهمية النظر للنتيجة والمآل إبقى الإنسان لم يكن ياخد قرار لابد أن يعلم ما هي النتيجة أو ما هو المآل والأمر الأخير في الجدار ينبغي أن نعلم رعاية الله عز وجل للصالحين حتى الحفيد السابع وأيضا أن يبدأ الإنسان بالأهم ثم المهم فهنا يكون التفكير رشيدا ويكون التفكير ناجحا وهذه من القصة العظيمة التي يستنير بها الإنسان حياته من صورة الكهف إن شاء الله ثم بعد ذلك يأتي تمكين الله وقد حدث أن الله عز وجل مكن لدينه في الأرض في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقامت الخلافة الإسلامية ثم وكانت في أوجهها في زمن الدولة الأموية وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة ستقوم من جيد إن شاء الله لهؤلاء الذين يسعون حقا للعمل لدين الله عز وجل ويسعون لأن تكون كلمة الله عليا وكلمة الذين كفروا السفلة هذا نموذج لمراحل الدعوة حتى يصل إلى التمكين وهي قصة زيء القرنين من هو زيء القرنين؟ هو كلمة زيء القرنين بتعني قرنين الشمس يعني أقصى الشرق وأقصى الغرب وكان زيء القرنين يمتلك أقوى جيش في العالم لأن الذين ملكوا الأرض ملكان مؤمنان ملكوا الأرض وملكان كافران المؤمنان سيدنا سليمان عليه السلام الذي سخر له الرياح والجن والطير وكان يعلم كل لغات الطير والحيوانات وكل شيء والثاني هو زيء القرنين والملكان الكافرين هو النمرود الذي كان في زمن خل إبراهيم وبخت نصر زيء القرنين هذا الله عز وجل منحه كل سبط القوة كما يقول ربنا عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرى يعني ما سيذكر الله عز وجل لنا في القرآن الكريم هو ما يفيدنا من زيء القرنين هو الذكر هو الدرس هي التذكرة هي الفائدة ليست ذكر أساطير وخيالات مثلما في كذب أخرى وفي أساطير أخرى لا ما يذكره الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز عن ذي القرنين هو الذكر والتفكر وتعلم الدروس المستفادة يقول ربنا عز وجل إنما كان له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببه فأتبع سببه لأن ربنا عز وجل مكنوا من القوة والعلم والقدرة وأعطاه الله عز وجل كل سبل القوة والتمكين في الأرض فأتبع سببه ماذا فعل ذي القرنين هذا الرجل الصالح هذا الحاكم العادل أنه أخذ كل وسائل القوة التي منحها الله عز وجل أخذها سبيل للسعي في الأرض لنشر الخير وقهر الظالمين وتعليم الناس خير الدنيا والآخر ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببه فأتبع سببه هو الحياة ذي القرنين الآن بتثلاث رحلات الرحلة الأولى كانت إلى أقصى الغرب والرحلة الثانية كانت إلى أقصى الشرق والرحلة الثانية كانت بين سدين يعني جبلين كده وبينهما فجوة ففي الرحلة الأولى كما يقول ربنا عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قومة كانت أمة عظيمة جدا بتسكل الغرب وكانت أمة تقهر البشر وكان عندها من السطوة والسلطان ولكن في القرنين كان جيش أقوى طبعا فماذا فعل؟ هو قهر الظالمين وربنا عز وجل حكمه في هذه الأمة العظيمة القوية التي فيها قوة وجبروت قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة وسبحان الله هنا بقى حتم هم لابد أن أتعلم جيش الذي يحكم بما أنزل الله عز وجل وإن شاء الله هذا قادم لا محالة لأن أمر الله عز وجل نافذ هذا يعتبر قدر الله في الأرض فربنا عز وجل أعطاه إيه؟ أعطاه الحكم وأعطاه الرأي السديد يفعل ما شاء في هذه الأمة سبحان الله قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة ماذا قال ذا القرنين؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النقر الحقيقة حال العالم المتخبط الذي يعيش في العالم الآن بتلاقي القوة التي تحكم العالم قوة مجرمة قائمة على المصالح وقائمة على ابتزاز الناس ونهب صرواتهم الخلافة التي يعمل لها المسلم الصادق الحقيقة والخلافة التي عمل الصحابة حتى تمكن النظام الإسلامي أن يسود العالم وينشر الخير والبركة والرحمة والنور بإسلام ما فعل ذا القرنين ما فعله ذا القرنين؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النقر وأما من آمن وعمل صالحا فله جزائع الحسنة يعني له الجنة وسنقول له من أملنا يسرى سنيسر له أموره وسنكون سندا له لتيسير أموره والحقيقة لا تستقيم هذه الدنيا إلا أن ينصر الصالحين المصلحون في الأرض يمكنهم وينصرهم نقول لهم قولا يسيرا ونيسر لهم عمالهم أما الظالمين القاهرين الذين يبتزون الناس لابد أن يقهروا في الأرض وطبعا هذا يعطي من علامات لإلخلافة الإسلامية الرشدة حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا طيب دي الرحلة الأولى طيب الرحلة الثانية لما ذهب ذو القرنين إلى أخصى الشرق ثم أتبع سببا يعني تحول من الغرب إلى الشرق على فكرة درسي مهم جدا إن ذو القرنين كان يملك أقوى جيش في العالم يعني عنده من القوة والسطوة والسلطان ما نمشي في القصور مثل ما يفعل في دولنا أبدا ده كانت حياة كلها سفر وهجرة في سبيل عز وجل لقهر الظالمين ونشر الخير وتعليم الناس خير الدنيا والآخرة بعد أن أكمل ذو القرنين رحلته إلى الغرب اتجاه الغرب فقهر الظالمين وأقام العدل ونصف المظلومين وده أمر مهم جدا في إسعاد البشرية وانتشار الخير والانتعاش الاقتصادي والانتعاش النفسي وتحقيق السعادة في العالم اللي هو قهر الظالمين وإنصاف الصالحين توجه بعد ذلك إلى الشرق ثم أتبع سببه يعني غير اتجاهه من الغرب إلى الشرق ماذا وجد؟ وجد أمة جاهلة كل الجاهل لا يعرفون أي شيء يعني كل شيء حتى أن أجسامهم عارية لا يعرفون شيء اسمه الملابس يعني فماذا فعل ذو القرنين؟ بقى معهم بجيشه علمهم كيف يلبسون وعلمهم بناء البيوت وعلمهم الزراعة وحول ودي طبعا ودي هدف الخلافة الإسلامية الذين يحاربون الخلافة الإسلامية إنما يحاربون الله ورسوله حقيقة لأن معنى الخلافة الإسلامية أن يحكم هذا العالم بنظام الله عز وجل في الأرض بالقرآن الكريم ويستفيد الناس من خير هذا القرآن وخير هذا النور الذي بدأت بيه سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجة القرآن ده منهك حيال إدارة العالم على خير وجهه إن شاء الله والنموذج النهائي بقى بعد كل القصص ديت هو ذو القرنين طبعا هو غير حياتهم تماما علمهم الأبنية وعلمهم الزراعة وعلمهم يكونوا بن أدمين وطبعا الحقيقة للأسف عندما يحكم العالم يقوم على بناء المصالح على قوة متجبرة بتدعي الدموقراطية وتدعي تحقيق العدالة للناس وطبعا كل هذا كلام زائف ولكن الواقع أن هناك ملايين من الناس تدور جوعا وملايين آخرين في ظلم وطبعا هذا ليس النظام الخياف الإسلامي حتى إذا بلغ مطلع الشمس ودها تطلع على قوم لم نجعل لهم دونها سترا يعني حتى لا يعرفوا أن يحموا نفسهم من أشعة الشمس حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا ثم بعد ذلك توجه إلى بين السدين منطقة تلتة بقى اللي هي غير الغرب وغير الشرق اللي هي منطقة كانت صعبة جدا كلها منطقة جبلية صعبة جدا وكان بينها جبلين عظيمين وبينهما فتحة بين هذين الجبلين اللي هي بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا الناس طمعا ليس لهم علم حتى بالكلام قالوا يا ذا القرنين إن جوجة ومأجوجة مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا يعني نديك مقابل على أن تجعل بيننا وبينهم سد طبع ذي القرنين بهذه القوة وهذه الإمكانيات العظيمة كان كل عمل الله سبحانه وتعالى ولا يأخذ أجر على ما يفعله سبحان الله هذي الخلافة الإسلامية فماذا قال لهم ذا القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما يعني أستعينوا بقوتي وقوتكم في أن نجعل حاجز بينكم وبين أجوج ومأجوج الحقيقة في أقوال كثير جدا بتتكلم عن أجوج ومأجوج ليس هذا الموضوع ربنا عز وجل لم يأتي بتفصيل عن أحوالهم ونحن لا نتكلم في ذلك بعضهم يقولون أن هم غير آدميين وبعضهم يقولون أن هم آدميين مجرمين هذا الأمر الخول فيه لن يفتنا بشيء نحن نركز على المدلولات القرآنية والألفاظ القرآنية بمعانيها الزاهرة حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ماذا فعل قال آتوني زبر الحديد يعني قطع الحديد الكبيرة وضعها ذا القرنين في هذا المكان الفجوة بين الجبلين ثم جاء بالنحاس اللي هو المزاب ونفخ بنار قوية جدا حتى أذاب هذا الحديد مع النحاس فكانت قطلة صلبة بين الجبلين فحال بينهم وبين ايه ذا القرنين وذلك يقول ربنا عز وجل بعد أن قال ذا القرنين آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين اللي هما الجبلين ده جبل وده جبل دول الصدفين الحديد ساوى بينهم يعني من الأرض حتى النهاية هذا ما فعله ذا القرنين من قطع الحديد ونحاس المزاب قال انفخه يبقى نار حتى زاب وساح هذه الفجوة التي بين الايه بين الصدفين يعني بين الجبلين فماذا فعل حالة بينهم وبين ذا القرنين فيقول ربنا عز وجل فما استاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة يعني لم يقدروا أن يتجاوزهم هذا البناء الجبلين مع السد اللي منهم أو يخترقوه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة ثم قالاضو القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير ف أعينوني بقوة ينسب القوة للنسحة تعالى وينسب الفضل للنسحة تعالى حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ولزلت الآية التي بعدها تقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا سيدغى يأجوج ومأجوج إفسادا وتغيارا في الأرض عند يوم القيامة أو من علامات يوم القيامة وانهيار هذا السد مكن الله عز وجل لذلك القرنين فأقام العدل وأقام الرحمة وقال هذا رحمة من ربي هذه الرحمة هو منهج الله عز وجل وطريق الله المستقيم حيث أنه رحلة الشرق رحلة الغرب الأول قام فيها بقهر الظالمين وانصف الصالحين ثم بعد ذلك رحلة الشرق قام فيها دول قرنين بتعليم الناس أنه يعلم العلم لأن هؤلاء قوم كانوا لا يجدون حماية أنفسهم من الشمس ولا يعرفون زراعة ولا يعرفون بيوت ولا أي شيء فعلمهم حتى كانت رحمة الله عز وجل بهم ثم بعد ذلك هو حماية المستضعفين وطب هم جدا إنه جعل سد بين يأجوج ومأجوج وبين الناس حتى لا يؤذوهم وكان في كل مرة ينسب الفضل الله عز وجل مثلما قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينونه بقوة بمسبة الفضل الله عز وجل ومرة أخرى قال هذا رحمة من ربي أول حاجة هو قهر الظالمين وانصف الصالحين والأمر الآخر هو تعليم الناس الخير والأمر الثالث هو حماية المستضعفين مثلما حمى الناس من زي القرنين ببناء السد وينسب الفضل الله عز وجل لأن الله عز وجل هو صاحب الفضل والحقيقة يعني تتم الأمر أن تطبيق منهج الله عز وجل في كل مراحل الدعوة إذا كانت قهر أهل الكهف أنهما كانت رحمة الله عز وجل باتباع منهج الله عز وجل قالوا ربنا أتينا من لدنك رحمة وهي إلنا من أمرنا الرشدة والأمر الثاني سيدنا الخضر يقول ربنا عز وجل أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علمه وجاءت الرحمة في موضع زي القرنين عندما قال زي القرنين قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا انتهت قصة دا القرنين وفي آخر سورة الكهف يأتي تعقيب جميل ورائع جدا لتلخيص السورة وربنا عز وجل يأتينا بالنتيجة بائية الرائعة الجميلة التي نستفيد بها من نورانيا سورة الكهف حول سورة الكهف أربع قصص وتعقيب مقدمة وتعقيب بسيط أو قليل بعد قصة أهل الكهف وتعقيب مطول بعد صاحب الجنتين عشان دفت للدنيا لمعظم الناس بتقع فيها ثم يأتي بعد ذلك ختام للسورة كلها وهو تلخيص وإجاز لخيرات ونورانيات وبركات هذه السورة ويقول ربنا عز وجل لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد ثلاث حاجات أول حاجة بقية قل هل نبيكم بالأخصرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا شب بقى إحنا عايزين نربط ما بين إحنا كنا قلنا إن المهمة أو ربط مقدمة الصورة مع مؤخرتها لو تريد أن تتدبر القرآن بجيد ركز أوي وتأمل في مقدمة الصورة وركز أوي في المؤخرة لأن دا بيعطي لك الظلال عن الصورة كلها في المقدمة ربنا عز وجل تكلم عن الحياة الدنيا وأنها زخرف وهم زينة إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل لنبلوهم يعني نختبرهم الناس هنا بيمقسم خسمين في قسم بينجح في الامتحان وقسم بيرصب فربنا عز وجل هنا بيتكلم عن أخسرين أعمال اللي هم رصبوا في الامتحان اللي هم ضلوا زي صاحب الجنثين الكافر اللي هو قال أنا أكثر من كبالا وأعز نفرح ودخل جنته وظالمه لنفسه درسه في الامتحان فربنا عز وجل بيقول له يا محمد قل ثلاث حديات قل يا محمد قل هل نبئكم بالأخسرين أعمال اللي هم رصبوا في الامتحان ما هي المحصلة حبطت أعمالهم فلن يقيموا لهم يوم القيامة وزنا ما معنى حبطت الحقيقة حبطت في اللغة مرض بيصيب الحيوانات لما تأكل حاجة فيها سم وتنتفخ بطنها سم مع ذلك تموت هي دي الزينة بقى احنا قلنا في زينة وفي قيمة الحياة الدنيا زينة ربنا يقول في بداية الصور إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم لنختبرهم مش قيمة القيمة هي الحقيقة السابتة العمل الصالح الذي يؤدي إلى الفوز في الآخرة فهؤلاء الذين رصبوا ربنا عز وجل بيئة هؤلاء هم الأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع يبقى هم وقعوا في الزينة ورصبوا فيها ولكنهم لم يلوزوا بالقيمة وهي العمل الصالح للآخرة بإذن الله والأمر الثاني قل الثانية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يبقى هنا بقى عزمة القرآن مثلما حمد الله عز وجل نفسه في بداية الصورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجة قيمة هنا بقى تكملة لنفس المعنى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لو نفذنا البحر ده عبارة عن حبر وقعدنا نستخدم هذا الحبر عشان نصف ونعدد ونشرح ونوضح عزمة هذا القرآن سينفذ هذا البحر ولو جئنا بمثله مددا حتى لو جبنا كمان حبر قد البحر تاني وثالث لن يا عزمة بقى يعني ايه عظمة بلا حدود ودي بقى درس عظيمنا استفيد من سرق الكهف وهو عظمة هذا الكتاب والحقيقة اي انسان بيكون بعيد عن هذا الكتاب فهو في ضلال مبين ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الحقيقة بجابة القرآن الكريم ده روح خلوا ربنا عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب والايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لا تهدي الى صلاة المستقيم يبقى عظمة هذا الكتاب انه شفاء للصدور وحل الجميع مشاك هذا المنهج الحقيقة القرآن عبارة عن منهج حياة الانسان لو صار على هذه القرآن فكل مشاكله ستحل ولن يرى كدرا ولن يرى نغسا ولن يرى فشلا بل ستكون حياته كلها خير والحيانة احنا قلنا ان صورة الكهف دي نور تجعل بين الجمعتين نور وهي الحياة نور اذا جعلت القرآن الكريم منهك حياتك ستكون حياتك كلها نور بسلام يؤكد ربنا عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفض البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله ماذا قول السالسة بقى وديل بقى الخاتمة الهامة والضرورية الكامل للصورة قل انما انا بشرا مثلكم يوحى الي انما الهكم الله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا احنا قلنا ان الصورة دي تتكلم عن التوحيد مطلع الصورة يصبح عن صلى الله انه عبد الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب سبحان الله يبقى الرسالة والسلام عبد ليس مثل ما يقول النصارى وينزر الذين قالوا اتخذ الله ولد دي من ابشع صور الشرك واتخاذ الولد لا ده في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قل انما انا بشرا مثلكم يوحى الي انما الهكم الله واحد بقى تعظيم الله عز وجل في اية اخرى يقول ربنا عز وجل حبيب محمد صلى الله عليه وسلم قل لا املك لنفسي ضر ولا نفع سبحان الله يعنى حتى النبي لنفسي ضر ولا نفع فالأمر كله لله واهم حاجة ان يعمل عملا صالحا لقاء الله عز وجل فمن كان يرزو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشب كيفية ربه احدى لان يوم القيامة سنلقى الله عز وجل كل مننا سنلقى الله بانفراد سبحان الله يقول ربنا عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا والحديث واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترزمان فينزر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينزر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم سبحانه لن ترى إلا عملك يوم القيامة ووضع الكتاب كما ذكرت في سورة كهف أيضا فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما يعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا قاتمة الصورة أن هناك لقاء مع الله عز وجل والإنسان لا بد أن يعمل صالحا ولا ينخدع بزينة الحياة الدنيا ويعظم الله عز وجل في حياته لأن الله سبحانه وتعالى هو العظيم وهو رب العالمين وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات للفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا